ازايكم شباب اخباركم ايه ان شاء الله تكون خير داما يا رب. كتير من الناس دلوقتي بيفكر انه نشتري وممكن يبقى موضوع او اللي هو بالعربي شريط الصوت. فالشرب بتاعه ممكن يبقى محاير شوية لو انت يعني مش عارف انت عايز ايه بالزبط لان طبعا السوق مليان موديلات كتير. فخليني اقول لك في الفيديو ده على اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري بس كالعادة قريت ما تنساش في اول تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما تفتكش ايه فيديوهات جديدة. او شريط الصوت يعتبر دلوقتي هو احدى او احدى الصيحة في علام الاجهزة الصوتية المنزلية واللي ممكن يخليك تبقى بتسأل سؤال هل اشتري ولا اشتري مسرح منزلي متكامل? والنقطة دي خليني اوضح لك فيها حاجة مهمة ان يعني لو انت هتاخدها على مستوى جودة الصوت. فبالتأكيد طبعا فكرة انك تشتري مسرح منزلي متكامل ده هيدي لك جودة صوت احسن بكتير من لان المسرح المنزلي المتكامل هيديك امكانية انك تنقي كل حاجة بشكل منفاصل يعني تقدر تشتري لوحده وتشتري السماعات لوحدها على حسب بقى ما انت عايز عايز تجيب سماعات كبيرة قوي عايز تجيب سماعات متوسطة عايز تجيب سماعات فهيبقى الموضوع قدامك فيه يعني وفيه تعدد كبير جدا في الانواع بتاعت السماعات اللي انك تقدر تشتريها بالاضافة كمان لان توزيع السماعات في المكان بتاع المسرح المنزلي المتكامل في الغالب بيكون احسن من توزيع سماعات وبالتالي ده بيدي لك تجربة ولكن ايه الفكرة او السبب يعني اللي تخليك انك تشتري ساوند بار وما تجيبش مسرح منزلي متكامل. فاول حاجة هتكون التكلفة السعرية لانه طبعا تكلفة انك تعمل مسرح منزلي متكامل هتكون اكتر بكتير من انك تشتري ساوند بار لانك لو بتفكر تشتري لوحده والسماعات لوحدة والكلام ده فيعني بتتكلم من اول تلات تلاف دولار وطالع في انك تعمل مسرح منزلي متكامل فهتلاقي ان تكلفته السعرية اعلى بكتير من انك تشتري تاني حاجة فكرة انك انت بقى هل انت بتحب اصلا فكرة انك بقى تقعد تعمل توصيلات والتوزع السماعات ويبقى بترتب الاسلاك بقى بتاعت الكلام ده في شكل معين عشان شكلها ما يدايقكش والخبرة بتاعت انك تنقل السماعات او انك تنقل فكل دي تفاصيل ممكن تبقى يعني متعبة شوية ليك ومش اي حد هيبقى بيفكر فيها ولذلك بيكون الاسهل انك تشتري لانه في نفس الوقت هيدي لك تجربة صوت حلوة جدا وهيسهل عليك الدنيا في موضوع التوصيلات والكلام ده كله طيب ممتاز جدا دلوقتي هي بقى الحاجات المهمة اللازم تاخد بالك منها وانت بتشتري فخلينا اقول لك ان اول واهم حاجة هي او وسائل الاتصال بتاعته ده بالعالم اللي حوالي بمعنى انك علشان توصل ده بالشاشة بتاعت التلفزيون فانت قدامك خمس طرق هقولهم لك بالترتيب بتاع الاحسن اول طريقة عن طريق مدخل فلازم يكون عندك في اللي هتشتريه مدخل ولازم يكون برضو في الشاشة كمان فيه مدخل وغالبا يعني معظم الشاشات دلوقتي هتلاقي فيها مدخل لو كنت اشتريت الشاشة بتاعتك في اخر خمس او ست سنين. وفكرة انك توصل بشاشة التلفزيون عن طريق مدخل دي بتعتبر احسن طريقة لاكتر من سبب. اول حاجة ان دي بتعتبر افضل طريقة لنقل جودة الصوت من شاشة التلفزيون للساوند بار على مستوى بتاع الصوت. تاني حاجة انك انت عن طريق مدخل هتقدر انك تخلي يبقى بيفتح وبيقفل بشكل تلقائي مع شاشة التلفزيون. وتقدر في نفس الوقت انك تتحكم في الفوليوم او تعلي وتوتي الصوت بتاع الساوند بار او تقفله من الرموت كنترول بتاع شاشة التلفزيون. وبالطريقة دي هتبقى بتستخدم رموت واحد للتحكم في الجهازين بدل ما تبقى بتستخدم اتنين رموت كنترول. تاني سبب لو انت هتشتري ساوند بار فيه اكتر من مدخل يعني فيه تلاتة او اربع مداخل مسلا فهتقدر انك تتعامل معه ده كهب بتوصل عليه كل الاجهزة زي مسلا انك توصل على ده وتوصل او توصل مسلا تبقى بموصل كل الاجهزة على وكل الاجهزة دي متوصلة بالشاشة عن طريق كابل واحد بس اللي هو مدخل ودي بتبقى طبعا ميزة حلوة جدا لو انت مسلا معلق شاشة التلفزيون وحطت على حاجة مسلا تحت شاشة التلفزيون او معلق حتى تحت شاشة التلفزيون فبيبقى مدخل واحد بس او كابل واحد بس هو اللي طالع من للشاشة وكل الحاجات دي شغالة على وده بيبقى احسن على مستوى جودة الصوت انك تبقى موصل الاجهزة دي على بشكل مباشر. فطبعا يا بتبقى طريقة حلوة جدا لو انت عندك اجهزة كتير موصلها مش عايز تشوف اسلاك كتير بقى خارج من ورا الشاشة والكلام ده فبتاخد كابل واحد بس ان توصله بالشاشة وهو اللي بيعمل كل حاجة. طيب هنفترض دلوقتي ان انت ما عندكش مدخل في الشاشة او ما عندكش المدخل ده في فهيكون الطريقة التانية انك توصل بها بالشاشة عن طريق مدخل الصوت فبتشتري كابل كابل ده بتوصله عن طريق المدخل بتاع الصوت اللي موجود في او في شاشة التلفزيون ولكن توصيل بشاشة التلفزيون عن طريق مدخل الصوت ده هتلاقي في عيبين اول عيب انك مش هتقدر انك تخلي يبقى بيفتح ويقفل مع شاشة التلفزيون او يعني مش هتقدر انك تتحكم في عن طريق بتاع شاشة التلفزيون وبالتالي هتضطر انك تستخدم التاني حاجة ان التوصيل عن طريق مدخل الصوت لا يدعم الصوت او فهيبقى اخر حاجة ممكن تسمعها على مدخل الصوت او على مدخل الصوت هي الصوت ولكن دلوقتي لو انت ما عندكش مدخل او مدخل صوت فتالت طريقة ممكن انك توصل بها بالشاشة هتكون عن طريق والكابل ده يعتبر يعني زي كابل الصوت بالضبط كمميزاته عيوب ولكن مشكلته ان هو بقى وليل دلوقتي في شاشات التلفزيون يعني ما بقاش ينزل في اغلب شاشات دلوقتي ولا بقى ينزل في اغلب فالكابل ده يعني لو لقيته تقدر عن طريقه انك توصل الجهازين برضو ببعض. والطريقة الرابعة وهي عن طريق انك تستخدم وصلة الاوديو فيديو التقليدية والطريقة دي مشكلتها ان هي هتسمعك صوت ستيريو بس مش صوت محيطي سراوند فايف بوينت وان هتسمعك صوت توت شانل بس. وخمس طريقة تقدر توصل بها شاشة التلفزيون بالساوند بار هتكون عن طريق البلوتوث لو كانت جاهزين في هم بلوتوث. والطريقة دي برضو انا مش بنصح بها لان هي في الاخر هتسمعك صوت ستيريو اتنين قناة. مش صوت محيطي او صوت دولبي اتموس او دي تي اس اكس. والطريقة دي ممكن تبقى مفيدة اكتر في حالة انك تبقى عايز تسمع مزيكة او موصل التلفون بتاعك بالساوند بار او موصل الكمبيوتر بالساوند بار عن طريق البلوتوث وبتسمع مزيكة ففي الحالة دي اقول لك مفيش مشكلة. طيب بقى انت كده عرفت ان على مستوى الاتصال كل المعدد بتاع مداخل اللي في هيزيد ده كل ما هيكون احسن لك لانك في الحالة دي هتقدر توصل اكتر من جهاز على نفسه بشكل مباشر. ولكن في نقطة هنا مهمة لازم تاخد بالك منها لو انت مسلا هتوصل تحديدا على ان مش كل ما داخل بدتعم دقة يعني لازم تتأكد مدخل اللي في ده بيدعم انهي دقة هل هو بس ولا هل هو وفي حالة انك تبقى بتدور على مدخل اتش دي ام اي بيضعم دقة الفور كي اتماية عشرين لازم يكون مدخل مش بس لان مدخل هو اللي بينقل جودة الصوت الكاملة اللي هي بدون ضغط بالاخص مع الصوت او لان في حالة لو انت الشاشة عندك فيها مدخل اتش دي ام اي ار سي والساوند بار اتش دي ام اي ار سي ففي الحالة دي هتبقى انت بتسمع الصوت الدولبي اتموس ولكن مش بكامل جودة الصوت الكاملة او مش بكامل النقاء بتاعها لان بتبقى الملفات بتاعت الصوت نفسات دولبي اتموس مضبوطة في ملف دولبي ديشتال بلاس وده الملف اللي اغلب المنصات بتاعت الستريمينج بتستخدمه لو انت مسلا بتتفرج على او او الكلام ده لكن لو انت مسلا موصل على ده الدي في دي بلاير ده بيدعم دولبي اتموس بجودة الصوتة الكاملة اللي هو مسلا عن طريق مدخل Suite دي اي ار اسي فالدولبي اتموس اللي بجودة الصوت الكاملة بيكون مضغوط في ملف دولبي ترو اتش دي وملفات الصوت الدولبيพزم دي ماينفعش تتنقل عن طريق مدخل اتش دي ام هو حالي لازم يكون عندك اللي هي اللي هو يعني بيقول عليهاا بالانجليزي أو بالعربي اللي هي قناة اعادة الصوت المحسنة. كمان فيه برضو نقطة مهمة هنا وهي هل ان مدخل اللي في ده بيدعم ولا بيدعم حاجة واحدة بس منهم لان مش كل ما داخل في اجهزة بتبقى بتدعم او في الغالب هي بتبقى مثلا بتنقل الصورة بدقة مية عشرين لكن مفيش فيها وطبعا انت الموضوع ده هيرتبط بالسعر يعني كل ما هتجيب بقى فيه كل المميزات دي هتلاقي سعره ابتدأ يبقى اغلب كتير فدي نقطة مهمة جدا لازم تبقى اخد بالك منها انت بتشتري السوند بار وهي عدد مداخل وايه الحاجات اللي بيدعمها مدخل اللي في السوند بار ده هل دقة بسرعة يعني هل هو مدخل ولا بس هل بيدعم الدول ولا الحاجتين مع بعض كل دي من الحاجات المهمة اللي لازم تاخد بالك منها انت بتشتري ده بالاضافة للحاجات بقى اللي زي البلوتوث او ان ده يكون فيه واي فاي لان طبعا لما يبقى السوند بار فيه واي فاي ده هيخليك تقدر توصله على الراوتر بتاع البيت واتدخله يعني في المنزومة بتاعت الهوم اوتوميشن لو انت عامل في البيت او لو يعني انت عندك منزل زكي وعندك بقى حاجات بتديلها اوامر صوتية والكلام ده ففكرة وجود الواي فاي في السوند بار هتبقى مهمة علشان تخليه انضم للمنزومة بتاعت الهوم اوتوميشن وياريت كمان لو يكون بيضعم او جوجل اسيستنت لان برضو فيها اجهزة بتكون فيها مش هتبقى محتاج معه لسماعة الخارجية او على الاقل يبقى حتى بيضعم الاومر الصوتية عن طريق ان لك توصله بسماعة خارجية زي سماعات جوجل اسيستنت او امزون فده على مستوى التوصيلات بتاعت بالعالم الخارجي اللي حواليك طيب ايه تانية حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها بعد وسائل الاتصال بتاعت السوند بار فهتكون هي العدد بتاع القنوات اللي في بمعنى لازم تبقى عارف السوند بار ده كم قناة او كم تشانل يعني انت هتلاقي عندك مثلا سوند بار بتلاقيها او 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 فانت عشان بس فاهمك الارقام دي اول رقم دايما بيكون خاص بالعدد بتاع السماعات اللي حواليك يعني اللي هو يعني ده قناتين للصوت يعني ده بيكون فيه سماعة واحدة يمين وسمعة واحدة شمال لو ده يعني هتلاقي فيه تلات سماعات بيكون فيه سماعة يمين وسماعة شمال دي للاصوات اللي على المؤثرات العامة يعني والسماعة اللي في النص دي بتكون خاصة بصوت الحوار والنوعية دي من بتكون احسن لمشاهدة الافلام علشان بتدي تجربة او صوت محيتي احسن فده بالنسبة الرقم بتاع الواحد اللي بيكون بعد اول رقم اللي هو يعني ده الرقم ده بيكون خاص بعدد الساب ووفرز اللي متوصلين بالسوند بار يعني لو انت عندك ده في ساب ووفر واحد متوصل عليه هيبقى لو هو بيجي باتنين ساب ووفر هيبقى فالرقم التاني ده بيكون عدد الساب ووفرز اللي متوصل بالساوند بار او يعني بجهاز المسرح المنزلي لو انت جاي بجهاز مسرح منزلي متكامل فكل ما هيزيد عدد القنوات في ده كل ما هيدي لك صوت محيتي احسن يعني لو انت قدامك مسلا بتختار ما بين ساوند بار فايف بوينت وانت شانيل فبالتأكيد الفايف بوينت وانت شانيل هيكون احسن من تري بوينت وانت شانيل كمان برضو من النقطة المهمة في موضوع التشانيل زي انت بتنقل ساوند بار بالاخص لو انت بتجيب ساوند بار بيضعم الدولبي اتموس وهي فكرة ان يكون فيه سماعات او موجهة للسقف عشان تدي لك الاحساس بتاع الصوت اللي جاي من فوق بشكل احسن وعشان تتأكد ان الساوند بار ده فيه سماعات او يعني حتى سماعات سايد سبيكر مش سماعات فلازم انك تلاقي ان الساوند بار ده يكون فيه مسلا بس كمان يعني الرقم الاخراني ده اللي هو يعني معناه ان فيه سماعتين مسلا او مسلا يكون فيبقى معناه ان فيه اربع سماعات فدي من الحاجات المهمة اللي لازم تاخد بالك منها لو انت بتشتري ساوند بار بيضعم الدولبي اتموس لكن لو انت قدامك مسلا بس مفيش مسلا بواين بوين بار بيكون بس بييجي لسون بار نفسه مبيكنش معه ساب كوبير. فالساب وفر مهم جدا في انه برضو يدي لك الصوت الباز الضخم دوت فده بيدي لك صوت حلو جدا في المؤثرات الصوتية. ومهم موجوده جدا يعني هيتلاقي فرق الصوت كبير جدا ما بين انك تشتري بدون سابوفر او بسابوفر. فديها برضو من النقطة المهمة. لان طبعا فيه سابوفر بيتسوق لها على ان هي بيكون فيها سابوفر جوه نفسه. ولكن برضو مهما كان بيبقى حجم السابوفر الرفايع قوي. فبيقدرش ان يشيل حجم سماعة بتاعت سابوفر تدي لك صوت البز القوي اللي انت بتاخده من السابوفر الخارجي. ولازم برضو تبقى اخد بالك هل السابوفر ده بيوصل بالسابوفر بأسلاك ولا ويرلس علشان دي برضو حاجة بتفرق في سعر السابوفر وبتفرق برضو معك في سهولة التوصيل بتاع السابوفر يعني هل الفكرة بتاعت ان السابوفر يبقى هتسهل عليك انك تحط الساب ده في اي حتة في القوضة عندك. هو طبعا بيبقى يعني مش بتوصل بالسابوفر نفسه بأسلاك ولكن بيكون لي يعني بتوصله هو بكابل يعني باي فيش الكهرباء. فهتسهل عليك برضو فكرة انك توصل يعني ده في اي مكان انت عايزه في القوضة. ولكن بيفضل دايما يعني انه يكون قدامك جنب الشاشة. كمان برضو لازم تبقى اخد بالك من ده هل بيجي معها سماعات خلفية اللي هي بيقول عليها ولا بيجي بدون سماعات خلفية لان دي برضو هتبقى نقطة مهمة جدا هتفرق معك في حكاية السوت او السوت المحيطي. لان اغلب بتكون بدون سماعات خلفية ولكن بيبقى ممكن انك انت تزود لهم بعد كده سماعات خلفية زي مسلا السامسونج سبعمية اللي اتكلمت عنه في فيديو قبل كده هسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق ده من اللي بيضعم سماعات خلفية يعني تقدر تشتريه لسماعات خلفية بعد كده بشكل منفصل وتوصلها عليه فيدي لك تجربة صوت كاملة. فلازم تبقى برضو ااخد بالك من النقطة بتاعت هل في سماعات خلفية مع ده ولا مفيش سماعات خلفية. كمان لازم تاخد بالك وانت بتشتري السوند بار من الحجم بتاعه يعني الطول بتاعه هل الطول بتاعه لازم تقيس الطول بتاعه وتبقى عارف الطول بتاع السوند بار ده هل هو اطول من الشاشة عندك ولا قدها ولا اصغر منها عشان هيبقى وحش قوي انك تجيب سوند بار اطول من الشاشة عندك بكتير هيبقى شكل وحش قوي. فلازم يبقى طول السوند بار مناسب للطول بتاع الشاشة عندك. وكمان الارتفاع بتاعه يعني اغلب السوند بارز بتكون في ارتفاع الخمسة سانتي. فانت لازم تبقى اخد بالك من الارتفاع بتاع السوند بار نفسه علشان لو انت هتحطه قدام الشاشة على طول فممكن يبقى السوند بار نفسه حجمه عالي قوي فهيداري على الشاشة وغير انه هيداري على الشاشة فهو هيداري على بتاعت الرموت كنترول ومش هتخليك تعرف تشغل الرموت كنترول بتاع الشاشة نفسه يعني فخلي بالك ان من النقطة بتاعت الارتفاع بتاع السوند بار عشان لو هو عالي تشوف بقى تعرف تتصرب بقى هل مسلا هتعلي انت الشاشة او هل الاستنداد بتاعة الشاشة نفسها فيها اوبشن انها تعليها ولا هل مسلا هتعلق الشاشة نفسها على الحيطة وتخلي السوند بور محطوط على المكتب وعن طريقة ما هتخل اليدش دي ماي ليرسي تطلع سلك بس من السوند بور للشاشة فكل دي حاجات لازم تبقى اخد بالك منها برضو انت تجيب السوند بور. خمس نقطة برضو لازم تاخد بالك منها وهي حجم الاغضة او المكان اللي انت هتحط فيه هل انت هتحطه مسلا في قودة نوم صغيرة فتجيب حاجة تكون قوة الصوت بتاعتها في حدود التلتمية واط مسلا او ربعمية واط تبقى كفاية قوي ولا هل انت مسلا هتحط السوند بار ده كبير وانت من الناس اللي بتحب مسلا الحفلات واعياد الميلاد والكلام ده فتبتدي تدور على الواط بتاعها عالي شوية يكون مسلا ستمية واط او تمنمية واط او الف واط فدي برضو من الحاجات المهمة اللازم تاخد بالك منها لان كل ما المكان نفسه او كل ما المكان اللي هتحط فيه نفسه كبر هتحتاج يكون الواط بتاعه اعلى علشان برضو يبقى الصوت بتاعه اقوى ويدي لك جودة صوت احسن ويملالك الصوت في المكان بشكل احسن. في كمان برضو من اللي موجودة في دلوقتي اللي هو فكرة ان هو يبقى بيعمل للصوت على حسب المكان نفسه. يعني بتلاقي انواع من بتيجي بميكروفون الميكروفون ده عن طريقه بيقيس بتاعة المكان في القضاء عندك بيقيس الابعاد بتاعة الحيطان والفرش والكلام ده. وبتبتدي السعود مبار بشكل تلقائي ان هو يعني يطلع جودة الصوت على حسب المساحة بتاعة الغرفة عندك. فكل دي حاجات مهمة لازم تبقى اخي ببالك منها يعني هي دي اهم الحاجات اللازم تبقى عارفها. وطبعا هيجي بعد كده العامل بتاع الميزانية بتاعتك. الميزانية بتاعتك في الاخر هي اللي هتحدد انت هتعرف تشتري ايه من الكلام دوت. فانت يعني بتحاول انك انت بالميزانية اللي انت بحددها تجيب اكتر المواصفات او اكتر الامكانيات على حسب الفلوس اللي معاك. لانك طبعا هتلاقي الفئة السعرية اللي هي من اول مسلا اللي تحت التلات تلاف جنيه فيها السعرية فالسوند بره تحت التلات تلاف جنيه. الفئة دي يعني انا مش بنصح بها قوي لان في الغالب هتلاقي الكواليتي بتاعت الصوت بتاعتها مش احسن حاجة. وحتى لو كواليتي الصوت بتاعتها كويسة فهتلاقيها نقص على حاجات كتير قوي من فكرة الوصال الاتصال. غالبا هتلاقيها بس ما فيهاش مسلا او مخرج صوت او الكلام ده. فعشان كده مش بنصح بها قوي يعني بصراحة. لكن من اول سعر مسلا التلات تلاف وخمسمية جنيه هتبتدي تلاقي حاجات فيها مدخل صوت لكن ما فيهاش مدخل زي مسلا السامسونج اللي هو ال اي ربعمائة وخمسين. او اللي هو اعتقد. فدول برضو من السوند برد اللي هم فرنجل تلات تلاف وخمسمية او اربعة تلاف جنيه يعتبر يعني الكويس او البداية الكويسة. ولكن يعني بيعيبهم بالنسبة لي ان هم ما فيهمش مدخل آآ غير كده هتلاقي بقى من اول سعر مسلا السبعة او الثمن تلاف جنيه لحد الخمستاشر الف جنيه هتبتدي تلاقي بقى فيها مدخل او اكتر من مدخل هتبتدي تلاقي آآ مثلا او او حتى ففي الفئة السعرية اللي هي من اول سبعة تلاف جنيه لحد الخمستاشر الف جنيه. دي هتبتدي انك انت هتجيب بيها حاجات كويسة اكتر شوية من فئة التلات او اربعة تلاف جنيه. آآ برضو طبعا لو عاليت في السعر عن كده برضو هتلاقي حاجات احسن يعني السوند بار اصله مجال مفتوح وكل ما هتعلي في السعر كل ما هتلاقي حاجات فيها مميزات اكتر واوبشنز اكتر. بس يعني فعشان الله خاصلك الموضوع كده بشكل سريع انت وانت بتجيب سوند بار جديد لازم تبقى ااخد بالك من عدد ما يدخل اللي فيه هل فيه مدخل صوت ولا لا? هل فيه مسلا وصلة او مدخل تقدر تستخدمه لسماعة المزيكة ولا لا? علشان بيبقى ساعات مدخل بس مش عشان تسمع منه مزيكة. هل فيه بلوتوز هل فيه واي فاي هل بيضعم اوامر صوتية فيه او امزون اليكسا. آآ عدد القنوات في هل هو ولا 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 اكتر كل ما عدد القنوات زاد كل ما هيكون احسن هل فيه ساب ووفر ولا ما فيش ساب ووفر المقسات بتاعت الساوند بار نفسه هل طويل قوي على الشاشة عندك ولا قد الشاشة كل دي الحاجات المهمة لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري الساوند بار بالاضافة لفكرة هل فيه سماعات خلفية لي ولا لا? هل بيدعم سماعات خلفية ولا لا? كل دي حاجات مهمة لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري الساوند بار. وهتلاقي على القناة اكتر من فيديو تكلمتي فيه عن قبل كده وعمل لهم مراجعات هسيب لك برضو الروابط بتاعة الفيديوهات دي كلها في اول تعليق او في علامة اللي فوق علشان تتفرج على اكتر من المختلفة اللي اتكلمت عنها قبل كده. في النهاية هتمنى ان الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي تقدر تفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتزهر قدامك. وياريت في النهاية هم تنساش اللايك والشير ونتقبل الفيديو جديد ان شاء الله. سلام.